بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نختاره هذا البث إن شاء الله لن يتحدث عن المضايقات المتكررة من طرف السلطات الملتانية لرئيس السابق محمد عبد العزيز ورئيس ما يطلع قدر من المتابعين والمشاهدين إن شاء الله لنبدأ هذا البث نرحبوك سهل محمد سيد أحمد ونختار الجماعة اللي طالعة يقولون لقضية الصوت يكانوا مسموا والله ما هم مسموا كما وعد لكم قبل قليل أننا لا ينعدلوا هذا البث لا ينتكلموا فيها عن قضية هذه المضايقات المتكررة من طرف السلطات الملتانية للرئيس السابق محمد العبد العزيز مرحبا بك الهيبو العبد مرحبا بك أحمد ونختار نختاره نعرف قضية صوت يكان ما هو اسمه والله ما هو مسمو الموضوع لكم عرفته إذن الله نبدأ الصوت مسمو جماعة الطالعة الصوت مسمو الله ما هو مسمو مرحبا المصطفى والمحمد دولي مسمو إذن بسم الله والحمد بالله والصلاة والسلام على رسول الله أنا كما وعدكم قبل قليل عنه نتكلموا إن شاء الله عن هذه المضايقات المتكررة من طرف السلطات الملتانية للرئيس السابق محمد العبد العزيز أولا معاكم محمد سالم البيبو رأني مقدمة تحية لكل الملتانيين اللي همهم هذه القضية اللي يشاغل الرأي العام نختير هون الأكد عن الرئيس السابق محمد العبد العزيز إلى حد اللحظة أنه يتمتع بكامل الحقوق الغانونية والدستورية اللي تسمح له عن ميسافر داخل وخارج البلاد هذا نختير المواطنين الملتانيين والمشاهدين الملتانيين وهذه الرسالة نختيرها تبلغ الأكبر كم من المواطنين الملتانيين باللي فم أتيها التباس وفم مقالطات متعمدة من طرف السلطات الملتانية الرئيس السابق محمد العبد العزيز إلى حد الساعة ما زال متهم وفي نظر القانون المتهم بريء حتى يثبت عكس ذلك وبالتالي ما ليه أي رقابة قضائية تم نعوم للتحرك وخاصة أول بعد شيئا نتكلم عنه هاي المضايقة والله منعه من دخول ولاية التريرز وهذه الزيارة اللي كان قايم بيها في ذلك السبوع الماضي هذا أولا يتنافى كليا ومبداليا مع ذلك نقاله الدستور الملتاني الدستور الملتاني فيه مادة من المواد الأساسية تسمح لي من واطن ملتاني يحمل الجنسية الملتانية عنه يتحرك بدون قيد ولا شرط على جميع التراب الوطن ولا يقبض في ذلك الأذن ولا يسوّل لا يسوّل هو من أين قايس ولا يسوّل عن كيفية الماشي به ما دامت ما فهمت يا ملاحقات قضائية وما دام ما فهم رقابة قضائية وما دام ما فهمت يا جناية وما دامت ما فهمت يا إدانة هذا الاختير هذا الاتباس يزول عن ياسم الملتانيين اللي معدلة فيه مقالطات من طرف هذه السلطات الحاكمة اللي يتأكد المعطيات يتأكد جميع الأمور تأكد عن هذا الملف عنه مسيّس وعنه ملف كيدي وواضح وعنه ما الهدف منه مكافحة الفساد حسب ما يزعم لبعض الرئيس السابق محمد عبدالعزيز احكم هذه البلاد قراءة بتعشر سنوات وهو من نفسه وعلى رؤوس إلى الشاد وعيط بها في جميع المنابر المسموعة منها والمكتوبة منها والمرأية منها عيط قال عنه ما هم مابع عن محاكمة عادلة وعلنية ولاه كسحان منها ولا عنده شجاحده ولا عنده شلامه عن الشعب الملتاني يغير المحاكمات الملفوفة والمقنبر وتحت الطاولة وفي الظلمة هو ما هو قابلها يختار الشعب الملتاني عود على بيّنة وعلى الطلاع مجريات هذه الفترة اللي فوت هو فيها رئيس الجمهورية الإسلامية الملتانية اللي مسؤول دستوريا عن أي كبيرة والله صقيرة فترة مؤموليته وبالتالي يتحدى الشعب الملتاني بكل ألوانه وأطيافه وسياسيين وأصحاب الرأي فيه أنه يتحدى الشعب الملتاني ويتحدى الحكومة الملتانية ويتحدى الجميع أن يثبت عليه ولا إثبات بوقية واحدة قد تختلص من ميزانية ملتان وفي الشرع وفي القانون البينته على المدعي واليمين وعلى من أكره أنتم عندكم ادعاء وعندكم محاكم وعندكم شرطة وعندكم درك وعندكم حرص وعندكم مخابرات وعندكم محاسبين وعندكم رجال قانون وهذا سخر طوله جميع موارد الدولة ما قديت إلى حد الساعة تثبت إلى الرجل عن نمودان بهذه التهم اللي موجهه وبالتالي الرئيس السابق هذا السفر لمعدل الليلة شور باريز اللي فهموا أحدين بدوا يكتبوا عنه لا يهرب هو ما هو من الرجال اللي يهربوا أبدا هذا الراجل انزل في كيدل النار تشعل بين أطراف النزاع غمالي ولوم المتحدة شاهد على ذلك والاتحاد الفريقي والاتحاد الأوروبي وهذا الراجل انزل في طرابلس النار تشعل فيها معناها أنه ما هو تقطع على الخوف أبدا كل شي قديت تهم به إلا الجبل وكل شي يتهم به عنه يهرب هو ش مهربوا ذلك مهربوا شنه مهربينوا لإنجازات اللي عدلوا موليتان هذا ما يهربوا هذا يشرفوا وملاهم يا الله يقود مرفوع الرأس ويا الله ملي الشعب الموليتاني كامل يا الله يقود مدين له بأنه هذه العشر اللي واحدين يسموها العشرية السوداء عنها عشرية بيضاء وعنها بياضها ناصع وعنها عشرية تنجازات وعشرية تنمية حين الشطرة أنا نختار السوء للمشاهد الموليتاني والمواطن الموليتاني أينما كان من عندهم بيكة الأحواش النجاقو البير المقرين السيلي بابي الكي هيدي التقال تتير الزمول ذيب لنقطة من الموليتان ما خالق أي موليتان ما يحن لرجوع الرئيس محمد العبد العزيز لماذا يحن له؟ أعرف فترة محمد العبد العزيز كان المواطن بسيط يقدي أم منقوته بمبالغ زهيدة واليوم تعرفوا ويعرف ذويب التلولاته عن ما فيم موليتاني يقدي أم منقوته ماروا واعر والسكر واعر والجوك واعرين والحم واعر ودروين واعر ما فيم موليتاني ما باني الليلة ريت له بحشيشته مات لعنده الشيقات يقضوا بارتفاع الأسعار وقلاء المعيشة زيد على ذلك ضعف الخدمات الصصحية منها والتعليمية منها والكهربائية منها والمائية وبالتالي نحن انتقلنا من فترة ازدهار ونمو وتنمية متسارعة ومشاريع أملاقة إلى أهد أهد ظلامي أهد الفساد أهد المحسوبية أهد القبلية أهد الشرايحية أهد اللاشيء هذا كل حد يعرفه المتتبعين الكاملين يعرفوه للمشهد السياسي والاقتصادي الوطني ماهو دارق هذا الراجل من الساعة في شعر الموريتان هي في ذي المطبات هاي الحكومة الفاشلة كل حد يعرف عنها ما عندها من الإنجازات ماهو وضع حجر الأساس منين بناية منين طب كبير منين منشأة حكومية اذ قلت لفت انتباه اي مراقب يسوى الصدولي ويسوى محلي منين المشاريع العملاقة منين دمج الشباب منين تشغيلهم منين مراعاة ظروف المواطنين وحد يحسبه حاسيسه الرجال المعدلين ذي الدولة مشارية اليوم ولا خلاه فيها تزقني تخلص قيات رقم الحمد لله وغفرة الاقتصاد ورقم تنوعه ورقم عن الحديد واعر واذهب واعر والمعادن واعرة كاملة إلا أن ما فماتي حكومة راشدة ولا فم حكومة تسيرها يكون تسير فاشل هذا نختاله نقولوه ونوضحوه للشعب الملتاني ونختاله من هذا المنبر نضامنه وقالعين عن وجوهنا ولانا خايفين عنا منضامنين مع الرئيس محمد عبد العزيز ويا الله الشعب الملتاني كامل يسوى منه ذا العام منه ويا الخاص منه يا الله يضامن معاه ويا الله الأحرار في العالم يوقف معاه يعرف عنه مظلوم يعرف عنه مستهدف مستهدف أنه كان راجل يبني وهذه الرجال اللي راه قاتت واحدة فيها لها الهدم والهدم موكي البنياء من الساعة اللي مشأ توقفت عجلة التنمية نتحدى أي رجال ملتان يذكر لإعلاني الصفحة والله مكان أخر أي مشروع ذو كوه يشاروا إليه البناء الرواتب زهيدة والمعلمين يتعايتوا والصيادة يتعايتوا وهل خفر السواحل يتعايتوا وهل شنغتال يتعايتوا والأساتذة يتعايتوا وهل القزرات يتعايتوا والمواطنين يتعايتوا لماذا يتعايتوا هذه الزيارات الكرفالية لتعدل الحكومة الملتانية في هذه المناطق الداخلية هاي الهتفات اللي تتلقف لماذا الناس تعبر عن معاناة عن مشاكل حقيقية تعاني منها ولا يجد ينطلع لها بزغب هذه ملتان لاحق درجة أسوأ ما تكون ولا ما جبروا لها حلول سريعة ولا الله هل يمولانا عنها بعد تلوحو في الأفق به اللي الموحول فيه اللي الفساد معنى هاش؟ معنى هاش؟ معنى هاش؟ معنى هاش؟ يا الله الشعب الملتاني يا الله يقفهم عروسه يا الله يعرف عن الملتان ملتانين كاملين ومسؤولين عنها كاملين وهذا الدفاع عن هذا النظام النظام يعرف رأسه ويعرف عنه ما هذا الشيء وعن هاي المحاكمات السورية وهاي المتابعات والمضايقات اللي متباركوا يمرمد هذا الرئيس السابق هذا الزعيم الوطني اللي هو محمد العبد العزيز متباركين معه ما نمدوه ويعملوا اللا نوع من التقطية على فشلهم ونوع من إلهاء الرأي الوطني عن المشاكل والمطبات اللي تعالي منها الدولة الملتانية منذ تسليم هاي الحكومة تسير دفت البلاد شؤونها؟ هذا ما خالق رجعهم ما يعرفوا ولا هم تخيلط لحد ونحن بوذنينا وبعينينا ونصنط والمواطنين مات لحد قارهم ولا تلاحد كاذب عليهم وعادوا واعين وحد شاف هالوسائل التواصل الاجتماعي تأكس مدى عدم رضاء الشعب الملتاني عن تسير هاي الحكومة خالق شو من الناس وخالق شو من اللقاءات اللي تخلق اللاهن وقشوط ينتقلوا قايسين وحدا من المدن هذه الزيارة التالية الزيارات التالية للوذي بمثل والعيون هذه الزيارات هاي من السيارات الفاخرة هذا من الإنفاق القير مبرر هذه الزيارات اللي ما ودش فيها مشروع واحد هذه اللاهن وقشوط يزوروا اهل نوقشوط اهل تفرق زينة خاصة ما هم قاع اهل نوقشوط اهل تفرق زينة ارتحلوا بكلاب ديارهم جايسين العيون وجايسين واذيبوا معنا هذه الصورة القالطة اللي تنعطالك وهذه الصورة الوردية كذب ما هو حق وانت تعرف عنه كذب وتعرف عنه ما هو حق وانت خبر في راسك انت فيدك تسيير امور الدولة وعندك الميزانية تحت ايدك وعندك تريزور تحت ايدك والضرائب مداخلهم تعرفوا وعائدات النفط تعرفوا وعائدات الحديد تعرفوا وتعرف عائدات ذهب ومقدرات الدولة كاملة تحت ايدك واذا تراعي فيه قدامك على الشاشة وتعرف عنه ما منعكس منه شي بشكل ايجابي الى حياة المواطن لا مدرسة بتنات ولا طب بتنا ووحلين فيه هاي الحلول الامنية اذانين يتكلم رقا جهون كرس مقافرين عليه هذا ما يقل الناس لا بد اتعبر وعندها الحق في التعبير والدستور يكفلو لها والقوانين تكفلو لها والديمقراطية تشدقوا بيها وتقيسوا بيها القرب وترقلوا للصورة المقالطة للمشهد الوطني يا رتكم تفهموا عنا مواطنين وعنا عندنا حق التعبير عنا الرأي ولا يقل درجة يصادر حريتنا وهذا التهديد بالاحباس والتهديد بالتنكيل ومصادرة الوقفات ومنعها لما يتل مقبول الشعب الموريتاني عاد واعي يا غير مولي في نفس الوقت يا الله يتحمل مسؤولياته الشرعية تنجبر الله عند الشعب ما تنجبره في بلد ذاني ولا تنعطأ ولا تصدق يا غير تنجبر على أساس الانجازات وتنجبر على أساس العمل وتنجبر على أساس المضابرة وتنجبر على أساس مكافحة الفساد بشكل حقيقي وبشكل شفاف ولا يقود استهداف الشخص محمد عبد العزيز عن قيره ذاك المسائل الاخرى ينقال له نوع كي قلنا قبل أتيها التقطية الفشل والتخبط وهي المآسي وهي الكوارث اللي عاني من هالشعب الموريتاني اللي مسببت هاي الحكومة اللي لها أربع عمان جاذمة على صدورنا ما يعرف فيها مواطن والمشكلة الأكبر هاي المقالطات اللي عدلوا هاي الوزراء وزير الصحة مثلا ووزير الزراع هاي المقالطات اللي عدلوا للشعب انتم تعرفوا عن الصحة عنها تعبانا انتم الوزير ما متعاقبين اذنين اليوم هم موريتان على قضية الصحة حد بعد مكذب يزور واحد من المستشفيات الحكومية مثلا حتى ما حتى روح الجاهزية عند الأطباء ما هي موجودة قائبة والمؤيدات تعبانا الامتاكم الشطري والحيوط المسخين والرات الأبانية فيهم ولافع المولانا من عند حب تسبيري القاه لبر عن يشريها المواطن البسيط وبقلا ذو من المولي وهذي قال عنه مجانية النقل كذا كذب هذا ما هو حق وانت تعرف انه ما هو حق ولا تيكذب للمواطني انت تكذب على راسك اذا تكذب على شعبك انت لا يتقول وانا الصبح لانجيل الطب وانا بكذنية وبعينية ونسمع انت معنى انك تغالطني وهذا وزير الزراعة احنا عندنا ولايات نهر على أربع ولايات والحمد لله ولله الحمد هذه السنة ممطرة من هذه الحملة الزراعية اللي قاموا دافعين ببيلاتهم وببيوساتهم وراتواتهم وبروتاتهم وقال الرئيس الحملة الزراعية ولا يقعد عند الاكتفاء ذاتي منين مازال التماتة يجينا من المغرب ومازال كاروت يجينا من المغرب ومازال القمح يجينا من أمريكا والله من عرض اخرى ما نعرف منين معنى منين الكتفاء ذاتي ومنين هذه الحملة اللي وسخرتها لجميع الوسائل وتحرك فيها الرئيس من نفسه يا رئيس الجمهورية يا رئيس الجمهورية عن محمد عبد العزيز الرئيس السابق عنه في قلوب المواطنين الموريتانيين كاملين وعنه رقم صعب ولا يمكن القفز عليه وعن هذا الملف ملف مسجس واضح وعنه مستهدف وهو استشهد الرئيس السابق أنه لماذا يمنع هو من السفر وفي نفس الوقت فم شخص ذكره فمات إياها أنه مسافر للهارين وأنه نفس اللايحة وفي نفس الاتهام لماذا؟ هذا الكين المكيالي معناه أنك راجع راسك يا رئيس الجمهورية وهذا اللي بطانة اللي فالق عليك وتعطي تجيب لك ذي الأخبار الكاذبة يالتك تفع معانها تشتقل ضدك ودارت زرعت العداوة بينك أنت وهذا الرئيس اللي يمنح لك وعلى طبق مذهب وعلى بساط أحمر رئاسة الجمهورية الإسلامية الميتانية لماذا هذا التنكيل به؟ لماذا هذه المعاملة السيئة الرديئة اللي ما يا الله يعامل بيها أي مواطن أحرى أن نعود رئيس سابق وخلى بصماته شاهدة للعيان وستبقى في الذاكرة الجمعية شاء من شاء أبا من أبا بصماته في الصحة في التعليم في الطيران في الجيش بناءه في الصيب في الزراعة في الأمن في التعليم في المياه في الكهرباء كانت موليتانيا في فترة الرئيس السابق محمد العبد العزيز ورشة مفتوحة على جميع العصائدين ولاهي مستثنين الشي يسوه هو شره وكل موليتاني يخرصني الله والله يخرص هذا البث يعرف عني ما نكذب عليه أرغم أنه كنا معارضين الرئيس السابق محمد العبد العزيز ما له يقبض الرقاش الطريق الأمن ماذا هو التي وينجهل والديات يرتشق وديات الضو والمدارس يبتناه في مثلث الفقر وإيطريان مسدين والجوامع يبتناه والمستشفيات الكبيرة وفي جميع التخصصات بتناه والمآهد ومدارس المهندسين وكليات الطب نحن الحقنا إلى 2009 ما دينا إنفرم يكاد أنه أما عجبي طبيب ما يقرر في الخارج والحقنا إلى 2009 ما دينا مهندس متخرج من الموليتان والحقنا إلى 2009 المدن من عند بوتيلميت مشيّر إلى النأمة إلا ما رحمه ربك شقال ما فيه الضو وصنقرافا ما فيه الضو واشرم ما فيه الضو ولكريع ما فيه الضو وتوجك جيت ما فيه الضو وكامور ما فيه الضو هذا كل حد يعرفه وطلي خاسر بين الطينطان وكيفه وطلي خاسر بين بوتيلميت ولا وطلي خاسر بين القوار بونواكشو هذا كل حد يعرفه لأنه لا يوجد ولا فهماتيها قدرونه هذه الولاية المهمة من جميع الولاية الاستراتيجية التي يزورك من سنة 60 إلى 2010 ما قطر وخمم قاعف ونوعدل له طريق معبد ما نالله يستقلينه وحدين يقولوا لك يقولوا ما فيه الضو فيه المعدن وفيه الاقتصاد وفيه هذا الواقف فعله موريتان بعد قاعف وتبسم به شوال الخارج اللي هو الحديد وإلى 2009 تجي ما هي مربوطة بطعة زد على ذلك المدن اللي يبنى هذا الشامي وهذه الطفرة وهذه الهل الذهب اليوم رغم أن نأكد عنهم مدينين للرئيس السابق محمد عبد العزيز اللي شحن وجهه وحرر هذه الأرض وطلص ذلي نقال لأنا للتعديم الأهلي اللي الحمد لله استقناه من الرجال وهو اليوم تشتغل فيه قرية من 200 الف مواطن موريتان هذا راجع لمن راجع لرئيس السابق محمد عبد العزيز هذا هون ما أنا قاعدين من أجل التطبيل ولا التزمير ولا التملق الراجل الضالك ما هو رئيس اللي كانوا نافقوا وحرروا يامس سابق اليوم وكانوا يصفقوا ما زال هو رئيس وراء مليون من قلبين عليه لكن الناس اللي عنده وجهين ولا هيرتخدمه لتاله هي القاعدة معاك ذلك في العيون وقاعدة معاك يامس في ما هو صفته به يقير نختارهم ونأكد أنه ما كانت مقالطة كان بعد موريتان ذرواتهم مقومها عنها وقاط عيدينهم ومكسروا ظهارها من قبل أن نقال له ممتلكات الشعب الموريتاني صفقوا وعجطوا يقير البعض وبحاشيشكم ما لا يتقضوا معاه ويعرفوا المزارة كانوا معاه ويعرفوا المدارة كانوا معاه والوليات كانوا معاه والحكام والعدل وظاركاتها ما عنده قطانة به كان شخص يبني ولا كانوا يراء أخلاق الرجاج يراء أخلاق المصلحة العليان للبلد ولا هم راء أخلاق عمرو لازي ولا قادروا فيها ولا قادروا فيها كانوا راه الشعبية والله ما يراه ما يمهم ما عنده مهم عنده بناء موريتان والوزراء فترته فقارا كل حد يعرفه والمسؤولين فقارا بهم مفطومي عن مال الشعب خرص صورة الكاتية الفساد وفقه منتشر بشكل رهيب والرجالة كلها يقطع وذلك النوع من الأظمة بأصالح المفسدين بهم اللي قد يفسدوا ظلوا بهم اللي ما هم رقابة ولا هم صرامة ولا هم ما هم مادة واعية ذي المسؤوليات الجسام اللي اندارت على عواتقها واللي هي مسؤولية الشعب ومواله وظروته لا نختم إياك ما نطول عليكم نختاره هنا أولا أنا محمد سالم والبيبو وقال عن وجل لاني خايه لاني طامة انسجل تنديدي وشجبي هذا التصرف العرعن هذا التصرف الجبان اللي تلقى محمد عبد العزيز ومصادرة جواز السفر هذا هذا ما ليتنافى كليا ويتعارض مع القانون هذا ما قانوني حلال لا نعود دولة قانون ولا نعود دولة غابة وذي كساعة كل اللي بطلوعه ينين نعود يحكمن القانون يا الله المارسوه ويا الله طبقوه هذه مسألة هون نختارين نأكدها للرأي العام الوطني عن مصادرة جواز السفر محمد عبد العزيز عنها منافية كليا للقانون ومنعهم للسفر يتلافى مع القانون ومع الدستور ومنعهم للتحرك داخل الطلاب الوطني مولي هذا خرق سافر للدستور الموليتاني اللي هو يعتبر سيد القواني الموليتان ونحن لا نحتكمل ولا نرجعول اذنوا من القضايا لا القانون القانون يلعود ما هم مطبق ولا هم مخرص ومدين عند الظهر ولا هم مهم ومستخدمة لا قانون القوة وقانون القابة وقانون السلطة هذا معناها أن الصبح معناها أن لا يصبحوا دولة فاشلة هي مدى ما بينها قوانين منظمتها ومحترمتها معناها أنها لا مدى في قابة ما هي الصحوته ما هي الصح ما هي الصح إذن أننا نحن بعد مضامنين يا الله الشعب الموليتاني هذه المسألة ما يقبلها ونختار هنا المولي النوة عن الرئيس السابق محمد عبد العزيز ما هو ضد أي محاكمة وما طلب عنده وما طلب عند الشعب الموليتاني كان يقال يتعود محاكمة عادلة ومحاكمة شفافة ولا هي مستذنية أعمار والله زي لأي ارتبارات لا مكانة لا مصب معناها للناس كاملة اللي شاركت في ذلك العشرية يا الله تقعد قدام القضاء ويا الله تصف معاها الحسابات أي همودان أراهما هباس يتلاقع عقوبته ويهم والبريء ولا أقبض وقية للشعب الموليتاني ولا مس ثارتو معناها أن يا الله حد يتركه عنه مولي وعنه لمانا قابلينه أبدا ولا هو مقبول ما هو مقبول أبدا تحت أي ظرف وموليتانة شبه مدد قومها بين اللي فاصلين فيها كاملين فاصلين منها وفاصلين استقرارها وإلا خسرت خسرت لنا كاملين وإلا صلحت صالحانا كاملين يقع إلا يتصلح اللي بتطبيق القانون والعدالة يا الله تعود عدالة عمياء ما عندها فذ ولا عندها خصوصية ولا هم ينقبض هذا اليوم والصبح يلملم ذاك ويبرأ هاي ناس اللي كانت ذا الملف كاملة ومتهمة فيه يا الله تمذل أمام القاضي وأمام المحكمة ولا يخلى لقاه منها عنه هاي الاعتبارات شخصية كلا خلوا ذاك ذاك شنه لأنه ظهكة والله ردحة والله لا يعدل من الهم موليتانا واللي يا الله تفهمه رئيسا ومرؤوسين عنه للشعب الموليتاني ما هي ملكية لاش خاص ما هي ملكية لاش خاص عنه للشعب الموليتاني وعن مصالحها يا الله تراعى ويراعى دستورها ويراعى قوانينها ويحترموا ويا الله تمهم استقلالية تام بدل انقالوا القضاء ولا يعود قضاء موجه ولا قضاء ينطاولوا لأوامر هذه حشومة ولا تصح مدد تشدق بالديمقراطية وياها مسكانت في أمريك وقوناها مسكانت في ربا ويزورها العالم ما يا الله تلأ أي وزار ألا هو تناقض صريح وطاح من وزير من وزارة هذه الحكومة في هذه الأسابيع الماضية قال بالحرف الواحد عن السلطة التنفيذية عنها تدخل في القرارات القضائية وعنها تعطي أوامر وشي ما تبقي السلطة التنفيذية الغضاء ما يقدروا هذه كارثة وهذه مسألة خطيرة رأي لكم ويا الله الناس تنتبه لها ورانا شاكرين بعض من القضاء اللي سجلوا تنديدهم وطالبوا بقالة هذا الوزير فيه اللي حقيقة هذا التصريح اللي قال تصريح خطير وينم فعلا هذا اللي يذهب ل ياسم الموليتانين عن قضاء ما هو مستقل عنه قضاء موجه وهذه مسألة خطيرة إذن لا ينختم رأينا من الدين وشاجبين هذا التصرف اللي لا أخلاقي اللي يمارس في حق ضد الرئيس السابق محمد العبد العزيز ومطالبين عن الرئيس السابق محمد العبد العزيز عنه مريض وعنه يعاني من أمرأة خطيرة وعنه لا بد يخلي يمشي يتعالج في المكان اللي يا الله يتعالج به وعنه جوال السفر ويا الله يرتدل ولا يا الله تقيد حريته ولا تقيد حركته ولا يضايق ضمن المضايقات ما هي زينة ولا تنفع ولا يا الله تعدى للرئيس السابق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته